أحد من أبرز اللاعبين على مستوى العالم وفي الدوري أيضاً هذا الموسم كريسيانو رونادو أكيد حضوره في النصر طاغي ومختلف تماماً عن كثير من اللاعبين يا رطي العمر اللاعب هذا في كثير أنا كان لي تصريح سابق أول ما تعاقد النصر ويمكن الناس أخذوا عليه أن نوع من المبالغة بالشيء لما قلت هذا يعتبر أحد بطولات النصر وأرجع وعيدها ليش الواحد يطمح للبطولات لارتفاع أسهم نادي تداول وتردد اسمه على الجميع وخاصة النشأ ترويج الفينيلة اللي يلبسها هالنادي في جميع طبعاً وجود رونالدو صارت في جميع أنحاء العالم وهذا الشيء اللي تحقق لنادي النصر بوجود هالنجم الفذ هذا الأهم من هالأمر محبته للمملكة العربية السعودية الكرة القدم في المملكة العربية السعودية وبأنها ترتفع وترتقي الإشادة بالمستوى الفني للدور السعودي وبما يوليه أولياء الأمر في المملكة العربية السعودية لهذه الرياضة وأن تصور شخص مثل هذا اللي يتبع أحوالي 800 مليون على ما أعتقد 800 وزيادة أكثر إذا ما وصل 900 فأي كلمة أو صورة أي كلمة يقولها أو أي صورة يطلعها كلها العالم بتشوفها 800 مليون أو 900 مليون بيشوفونها وهذا الشيء اللي من الأشياء مو بالشيء هذا من الأشياء اللي يروج للدور السعودي فعلا وللعمل الكبير اللي تقوم في حكومة مملكتنا بقيادة سيدي ووالدي خادم الحرمين الشريفين وكذلك ولعهدنا الأمين صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان واللي أعطوا جل اهتمامهم وكثير من الدعم للرياضة عموما ولكرة القدم خصوصا من ناحية جلب اللاعبين الكبار هذول بحيث أنهم يخدمون في يخدمون لتطور أولا وكذلك لتداول وشعبية كرة القدم السعودية على المستوى العالمي بإذن الله كرة القدم السعودية كرة القدم السعودية